السلام عليكم شباب، شاهدكم خباركم، شاء الله كلها بخير وصحب وسلام. اليوم مقطعنا راح يكون برمجة فيديو الثاني برمجة بيلودر برو وحيشراح لك بالتفاصل ونفس هذه برمجة اللي حراء برمج به هي نفستها على البيلودر برو تطبق على البيلودر العادية أي نفس الطريقة إذا عندك كانت البيلودر العادية فهو نفس الطريقة مجرد أنت تروح تحدث أو تروح تحمل الابديت او التحديث مع البيلودر عادية او اذا تريد تتابع الفيديو هذا للاخير نفس الفكرة نفس الفكرة تيتحمل البيلودر برو او تحمل تحديث البيلودر العادية فراح اشرح لك بالتفاصيل المملنة اول شغلة تروح على الجوجل من بعد ما تروح على الجوجل راح تكتب هنا مثلا نكتب بيلودر او لنكتب بيلودر راح نلقى هنا هنا عدنا الملف راح اخلي لك هي بصندق الوصف هذا الموقع مالتهم الرسمي هم الشيء الحلو بي انه طوروا الموقع مالتهم وعدلوا عليه هنا هنا تحديث بيلودر العادية هنا هنا تحديث وبرمج يعني طبعا نفس الشيء مجرد هذا المال بيلودر برو هنا بيلودر العادية فراح اشرح لكم بالوقت الحالي على البيلودر البرو ندق على هذا الرابط او هذا الناس رح يفتح لنا هذه الصفحة هم مشارحين عليها بطريقة تقدر تشوف الفيديو بس هن هشرح لك باختصار مفيد وتاخذ معلومة طريقة عربية واضح هنا عندك البيلودر التحديث البيلودر بس التحديث خارج اذا انت انا اشرحتك كو شي قيت لك احنا نحدث بطريقتنا يعني مثلا طريقة بزاره اذا تريد تحدثنا في طريقة بزاره فتحمل هذا الرابط او هذا الملف واذا تيتحدث وتبرمج طريقتهم هم فتروع على هذا الملف تحمله بعد ما تحمله رح يجيك ملف بهال شكل هذا بعد ما تفتح للضغط عن الملف هذا رح يجيك هذا الفولدر رح تفتح الفولدر راح تلقى فولدر ببطن فولدر هنا راح يشرحو لك شرح بالتفاصيل انه شي سوي هذي المعلومات انت اذا الثقافة ماتك او لغماتك انجليزية وعندك لغة انجليزية فتقدر تشوف هنا هنا التفاصيل الشرحي لك بالتفاصيل تقدر تشوفها بقى ولكن انا حطيك الملخص ما لهذا الشرح ما لهذا اللي رسمي لك يا بهذا الفولدر راح نفتح هذا الملف هذا الملف راح يطلعنا مجموعة ملفات يا ولد انتبه وياي تحديث القديم مالتنا كنا نحدثها ونبرمجها امورنا سليمة بان انت تيجي تحدث البيلودر برو على نفسها طريقة راح تنقفل بعد ما تقدر ترجع للنظام القديم يتحدث به راح تنقفل على هاي الطريقة بعد ما تقدر ترجع هس بالوقت الحالي انا من اجي مثلا اربط البيلودر اربط السلك مالتها بتجاه الايسر اي اا اوكي راح اشغلها او اربطها عندي بالدسكتوب اضغط الزر اللي موجود بها واضغط مثلا شغلها على البي سي هنانا ش راح يسوي ما راح تطلع عنا ملفات مثل كل مرة روح نوني للبي سي مثلا ونشوف ملفات ملفات البيلودر يعني ما راح يسوي كل اللي عليك تروع على وتروع على هذا الخيار اوكي تدق عليه. بعد ما تدق على هذا الخيار راح تطلع لك هذه النافذة. هذه النافذة اه راح تروع عليه تروع على هذا الخيار. بعد ما بعد ما تدق على هذا الخيار راح تطلع عنه اه اه هو هذا اه اه بالفيديو السابق اللي شرعت عليه قلت لكم يا ولد اه اللي حسوي نفس ما حسوي بهذا الفيديو. انت تطبق بخطوة وخطوة وعوفة ذاك الفيديو. ذاك الفيديو اذا انت بعدك ما محدث وما مسوي هاي الطريقة وتريد تجرب الاولى فرع جرب الاولى افضل من هذي. جرب الاولى. اذا ضبطت اياك واشترات القطعة ومارك سليم. ما ضبطت اياك اذيك البرمجة. تعال سوي هاي الطريقة اللي حسويها بس فكر وياي. هذي الطريقة اذا سويتها قطعة لها تنقفل. تنقفل الا على هاي البرمجة اللي حشرحها بالوقت الحالي بهذا الفيديو. راح تنقفل ما تقدر ترجع للسابق. المهم توقف على هذا الخيار وتفتحه مننا. اوكي راح يطلع لنا. بوعان شو محدث? محدث ال الى هذا التحديث صارت اتش اي دي. يعني انا مثل ما انطقها بالوقت الحالي. صار التحديث ما لا تهيتش. كان قبل بها ارقام. ارقام خاصة بالبيلودر. ارسا قعطي يطلع لنا اسم مالتها بلودر برو هو هذا. ش راح تسوي? راح تدقى عليه كليك ايمن. راح تختار ثالث خيار. اوكي? انستل ديفايز. الدقى عليها راح يطلع هذا الخيار. شو سوي يا صاحبي? تخلي صح هنا. وسوي لها نصدد. مثل ما تشوف. هسا شو سونا? نلغي الصفحة. شو سوي? تروح من الحاسبة. تطفيها القطعة. وترجع. تخلي السلك مالتها باللابتوب. قبلها تخلي السلك واللابتوب. تضغط الدقمال باتجاه الايسر. اللي موجودها بالقطعة البيلودر. وتضغط الاو وتخلي عندك. اه من جدة وجديد. هسا ش راح نسوي احنا راح نرجع للملفات اللي حملناها. من الموقع مالتهم. اول خطوة. ش راح تسوي? اول خطوة. انت راح تطلع لك ملفات. شون هسا هذه الملفات? تطلع لك الملفات. انت شا تسوي? تروح على هذا اللي هو التحديث. تحديث هذا. شا تسوي? سوي لنسخ. ولسق بالملفات اللي تطلع لك وين? اللي تطلع لك هنا. اللي هسا البيلودر برو اللي عندك هسا هسا تطلع. كل الاحوال تطلع. كل الاحوال تطلع لك هنا القرص مالتها. فش تسوي? وكأنه هاي دابل كليك تطلع لك الملفات مالته وتحدث تسحب التحديث هذا تسحب التعديث شوي اشيارك بالتفاصيل على مو Balogaur تعرف تسحب هذا التعديث وتحدث به بعد ما تحدث بعد ما تحدث بعد ما تحدث وثبتها وهو اهم رح شو اسوي يعمل رимо القطعة تمرصة من ونرجع مش clique بعد ما تشكل شهرب الجسم ترجع الملفات اله فكينا ضغط عنهم دابل كليك دابل كلك على ذا الملفات دابل كليك على هذا الملفات يح تفتحين过 هذه المجموعة الحنا شو رح سوي انا رح حمل scenario الخطوة اللي بعدها. دوس على هذا هذا الشعار. انت اذا كان ما طالع لك شعار عليه فتفتح اي ما تصفح عندك اي ما تصفح مثلا نفتح هذا ما تصفح. شا سوي يا صاحبي تنزل الخالج جو وتسحب هذا وتخليه هنا. تخليه هنا على موضوع يفتح لنا صفحة. هيفتح لنا هذه الصفحة. وبحالة وبحالة انه ما تمكنت من هذه الخيار رجعت هنا وصفحة تطلع لك بيضة ما تطلع لك هذه معلومات. فتلغيها يا صاحبي وتروع على نفس الملف دبل كليك. راح يفتح لك اوتو. يعني راح يفتح لك تلقائي. بعد ما تطلع لك هذه الصفحة. شو شي سوى؟ فتروح على هادا الخيار. تضغط على هادا الخيار. بعد ما تضغط على هادا الخيار راح تطلع لك هنا هادا الصفحة. راح تدقى هنا هنleye مكتوب بي لودر برو هو هادا التحديث بعد ما احدثت القطعة على النظام والتهم انهه تشتغل على هادا المتصفح. على المتصفح مع الانترنت. تختار هنانا. اوكي بعد ما تضلل هذا ال بلودر البرو هنا ونظلله راح يقول لك سوي لها اتصال. انت سوي لها اتصال هنا راح تطلع لك تطلع لك معلومات ال بلودر وتم controlling معلومات غيرها ستطع لfps بلودر البرو لا راح يططع لك بس مالة الاكاونت مالتيك و راح يططع لك يناني من الكود ما واضح فراح اشرح لك طريقة شين هي هي الطريقة يا سحبي تعال اشرح لك. هنا هناني شون انت راح تجيب الälltك الاكاونت مالتك او تملي هذا الفراخ تملي هذا الفراخ. هذا الفراغ الاول واحد الثاني ما قدرة طالعلك يا اظللت ناليني الاكاونت مالتي هذه هسة يخال реально رسمي مالتي. شون تملي اول فراخ? شون رح تملي اول فراخ فتعال wirai شوفوك الخطوات. شى السوي تروع عليه? الاكاونت اوكي تفتح هادو. رح يفتح ليك هاي البرنامج. انت شى سوي هنا انا بهذا البرنامج? ع Labadue تسجل بتاليميل مالتك واللاباسورد على يطلع لك مختصر. يطلع لك كود مختصر على شبه ارقام واحرف. فتدوس على هنا اوكي تروح على اوكي وراح يفتح لك صفحة ثانية تنزل ماتك اليميل والباسورد. بعد ما سجل باليميل والباسورد راح تطع لك شاشة بيضة مثل ما تشوف هنا مثل هاي الشاشة البيضة. تختار الرابط اللي موجود فوق. بعد ما انه انت سجل باليميل والباسورد ماتك هنا اوكي راح تطلع صفحة بيضة المتصفح راح يصير باللون الابيض. تروح نسخ للرابط اللي موجود فوق بالنفس المتصفح وراح تلغيه. بعد ما تلغيه اوين تروح? تروح للبرنامج هذا. شا سوي تروح هنا ناش راح تسوي بالبرنامج هذا. راح تروح الاول فراغ او اول مربع اللي قدامك اللي قاعد اشلك عليه بالموس. هنا انا شا سوي كنترول في. اللي انت سويت نسخ من المتصفح اللي جاك باللون الابيض المتصفح انقرب على لون البيض. بتجي تسوي للسق هنا. بعد ما تسوي لسق يجي كل الرابطة هناك. ادق على بي اس اكاونت اي دي. ادق على هنا لبي اس اكاونت. ننتظر هنا ثواني. راح يطلع لك. خلا شوفك شونه يطلع لك. يطلع لك هناك اسم الاي دي ماتك هناك. باللون الاحمر. يطلع لك هنا بالنص بالنص. شا سوي انت كل اللي عليك سوي نسخ. سوي نسخ للاي دي ماتك. كاتبي لك اكاونت بي اس يعني مكتوب بي اس اكاونت اي دي. ورا الاي دي في نقاط اثنيين صغار. ورا نقاط الصغار راح تنسخ المعلومات اللي يضع فيها هنا انا. اهنا تجيك هنا وانا ندأش لك بالموس. اهنا تجيك من هنا تقريبا اللي جاي. سوي نسخ. اوكي اذا ما فتمت عليه بهذه الخطوات تقدر تروح ذاك الفيديو الموجود صندق ولوصف. راح تشوف هذي طريقة انا استخدمتها بل بشرح ذاكي. وايضا انت هنا نطبق هنا نفس الفكرة. واضح? بعدين ش ش شوي بعد اه ش 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 هنا انا اتمكن هذا الخيار تمكين اللعب عن بعد وتروع على الخيار الثاني ربط الجهاز هنا راح تدوس علي X راح يطع لك رقم او يطوك كود او مو انا سمي كود يطوك ارقام اوكي هذه الارقام تحفظها عندك راح ترجع للبيسي عندك و راح تسجل الارقام اللي عندك اوكي اللي طلعتها من الجهاز بلاي ستيشن فايف و تدقه هنا اوكي بعد ما تدق انه تدق الارقام الهنان اتجي هنا تسيف تحط له تسيف هنا انا اذا اريد ان تأخذ القطعة اوتوماتيك بدون ما تضغط الارقام الهيزر على متاخذ اوتوماتيك قبل اول ما تشغل القطعة راسا يجي كلون لازرق بعد ايه تكون لازرق يتكنك على طول فتخلي صح هنا بعد ما انه سيف بعد ما سيف المعلومات بعد اكو خطوة وارع شو تسوي تروح تحدث القطعة اللي عندك البيلودر التحديث ما للبيلودر اللي هو اخر اب ديت اللي نزل على البيلودر ابرو شو راح تسوي راح تضغط على هذا الخيار راح تضغط عليه راح يفتح لك سطح المكتب ماتك تروح على الملفات اللي انت فكيت عنها وضغطان وان خالم خالم بالدسكتوب من الدسكتوب تروح على الملف اللي نصبيني على الدسكتوب تفتح هذا الملف الثاني راح يجيك تحديثات اثنين ركزوا تحديث الاول هذا ما تحدث من عنده لانا تحدثت بالبداية فتروح على المكتوب بلودر برو مكتوب تحديث اوكي راح تاخذ هذا الاسم او تحدد على هذا اسم دبل كليك راح يطلع لك ملف ابيض الدبل كليك علي راح يجيبه قبل وين راح يجيبه هنا انت وراء وراء محد يجيك على يعني يرجعك على هذه الصفحة يرجعك على هذه كل اللي عليك تسوي لها واضح منا حسوي لها هذه يعني حسوي له يجيك يصر مثل هذا انا شرح لك ان انا القطعة مضبطها وما رضي خرب على الوضع اللي عندي فيجيك منها تتحدث اوكي تصل للنهاية وخلص كلي عالك سيسوي بعد اطفي الصفحة هذي تلغيها بعد ما تحتاج بعد كل ما تحتاجها هذي كلها تلغي كلها تلغي كلها تلغي ماذا راح يسوي راح تكمش القطعة بيدك تكمش القطعة بيدك السلك نفسيته السلك نفسيته طبعا هنه هسه من الجهاز السلك نفسه اللي انت مركبه شي تتبرمج به نفسيته تشكله بالجهاز بلاي ستيشن 5 عندك على الجهاز بلاي ستيشن 5 بس قبل لا تشكل الواير اللي موجود بالبلاي ستيشن 5 اركب الواير مع اللان قبل كوشي تركب واير اللان وبعدها تطيه كاربا للقطعة البيلودة راح تشتغل عندك direct الطريقة جدا سهلة يا ولد ما يحتاج لها انه انت تصعب الامور انت بس شوي تركز بالشرح راح تفهم عليها انا اش دا سوي اللي اتمنى من عندك ما طولك وصلت لهذا المكان او نهاية هذا الفيديو اللي اتمنى من عندك ما طولك وصلت هنا تشترك بالقناة وتفعل جرس انبيهات وتخلي لك هذا الفيديو ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وشارع جديد ونقولكم يا شباب ايما الله موسيقى